السلام عليكم مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفام عام اليوم إن شاء الله عندنا واحد درس اللي زوين وزوين بزاف واللي في واحد مجموعة كبيرة من المعلومات اللي إن شاء الله غادي تفيدكم بزاف وغادي تخليكم تأفونسوا مزيان في هذا المجال فكما كتعرفوا كاملين من أهم الكتب اللي كتجيب مبيعات كبيرة في أمازون كيدبي وخلال السنة كاملها هما كتب الأنشطة الخاصة بالأطفال خصوصا كتب التعليم وكذلك كتب التلوين لكن المشكل اللي كنواجهه جميعا وخصوصا الناس اللي اللي بدأت في هذا المجال ومعندهاش ديرية كبيرة بالديزاين هو منين نجيب هذا الصور بدون حقوق ملكية وكذلك كيفاش نقاد هذا الكتاب ونرفعه على أمازون كيدبي فاليوم إن شاء الله غادي نوريكم أولا واحد الموقع اللي هو رائع جدا اللي فيه مجموعة من الصور الخاصة بالتلوين وكتب الأطفال كذلك وغنوريكم واحد الأداة اللي جميلة جدا اللي كتمكن لنا تحميل هذه الصور دون أي مشكل وكذلك غنوريكم كيفاش نقدروا نعدلوا على هذا الصور باش نتفادوا حقوق الملكية وبالنسبة لهذه الطريقة اللي غادي ندير على هذا الموقع فيمكن لكم تديروا على أي موقع آخر تعرفتوا عليه وكان مشابه لهذا الموقع إذن على بركة الله فأولا الموقع هو هذا سأقوم برفع الرابط الخاص به في وصف هذا الفيديو فلاحظوا معي إخواني الكم الهائل من الصور التي يمكننا الاستفادة منها لكن عند محاولتنا تحميل هذه الصور فلا يمكن تحميل هذه الصور إلا عن طريق هذه الأداة أو الامتداد اللي هو إكستنسيون اللي كذلك غنوريكم الإسم ديالو وغادي نحاول نحط لكم الرابط ديالو كذلك في وصف هذا الفيديو فبمجرد أن نضغطوا على هذا الامتداد كيطلعوا لنا جميع الصور الموجودة في هذا الموقع ويمكن لنا إما نحملهم دفعة واحدة أو كذلك يمكن لنا نحمل كل الصورة على أحد فأنا الآن سوف نختار مثلا تحميل هذه الصورة من هذه الأيقونة ثم كذلك نمر لهذه الصورة الأخرى سأقوم بتحميلها سأقوم بتحميل مجموعة من الصور التي تبدو لي بأنها تصلح لكتب التلوين الخاصة بالأطفال عند الانتهاء من الصور اللي عرضت لنا هذه الأكستنسيون في الأول يمكن لنا ننزله الأسفل ونديره نكست باش نمره للصفحة الثانية وكذلك نقوم بنفس العملية نمشيه الامتداد ونقوم بتحميل الصور أخرى حسب الرغبة ديالنا وهنا عند الانتهاء نمشيه الدوسي أو المجلد اللي قمنا بتحميل الصور فيه ونقوم بإنشاء بوير بوانت ننشئه الكتاب ديالنا فيه أول حاجة نمشيه هنا الديزاين ونحاول نختاره الصيز يعني القياس الخاص بهذا الكتاب فدائما كتب التلوين غالبا كتكون 8.5 في 11 إنش كنجيه لهذه الخانة وهنا كنلقوها كنحاول نضغطه عليها ونديره أوكي وهنا كنختاره هذ الاختيار وهنا كنحاول نمسحه هذ الكتاب اللي كتكون مع النموذج اللي كيعطيه لنا البرنامج ثم بعدها نقوم بنسخ هذه الصورة كونترول سي ثم كونترول في لننسخ هذه الصورة باش تعطينا مجموعة كبيرة من الصور الفارغة احنا غنقوموا بالتعديل عليها وارفع الصور اللي حملناها من الموقع فيها فكنجو مثلا لأول صورة كنمشيه نفتحه الفوتوشوب وكننحطو فيه الصورة الأولى دينا اللي بينا نعدل عليها كنجيو لهذه الايقونة هذي ثم أقومه بتشكيل إطار على الصورة اللي بغيت نقوم بالرفع ديالها ما علينا إلا نديرو كونترول سي أو كوبيي ونجيو البوور بوانت ونديرو كونترول في يعني كولي يعني لسق وهنا كنحاولو نحددو تنحاولو نعكسو الصورة ديالنا ونيمكن لكم تضيفو عليها أي حاجة ولا تنقصو لها أي حاجة باش ما قمتي بواحد تعديل على هاد الصورة إلا وتجنبتي حقوق الملكية إذا هنا عودتاني غنجيو وناخد واحد الإطار آخر للصورة الأخرى اللي عندنا نياه وعندها الانتهاء رجعو تاني البوور بوانت ونديرو كونترول في وكان قوموا بضبط القياس الخاص بهذا الصورة وعكسها كذلك كيف بدرنا الصورة الأولى فكما قلت لكم باش ما ضفطوا شي صور أو نقصتوا شي حاجة من الصورة الأصلية إلا وكان عندنا إلا وتجنبنا حقوق الملكية وبالنسبة لهذا الكتب يعني المحتوية الخاصة بالكتب يعني وخاك نديرو التعديل ما هو من الأحسن نديرو التعديل ولكن يكون تعديل بسيط ماشيش حاجة كبيرة بزاف لكن انتبه أخي أختي فالغلاف ديال الكتاب ديالك هو اللي حاول تركز بزاف عليه لأنه إلا ما عدلتش مزيان على الصورة واللاجبتها كما هي فمئة في المئة غادي يقدر يجيك انظر أول وانظر تاني ومن بعد لا يقدر الله يقدر يمشي لك الحساب ديالك في أمازون كذبه لذلك انتبهوا إخواني لهذه النقطة بزاف وفي قادم الفيديوهات غادي نوريكم طريقة انتعت إزالة حقوق الملكية مئة بالمئة من أي صورة لأنني لا أريد أن أطيل في هذا الفيديو لذلك قمت بتعديل على هذه الصور باقتضاب وباقي غادي تشوفوا في أخر الفيديو كي غادي يولي عندنا هذه الصور يعني غادي نحاولو نخفيو لهم معالم ديالهم باش ما يجيناش شيء ندار على حقوق الملكية ثم هنا كنمشيوا كذلك نفس الطريقة نديروا شيء إضافة على هاد الفراشة حتى تكون يعني إضافة خاصة بنا تفهم كلكم أي حاجة بغيتوا تديرها تديرها المهم احنا عندنا هو أنك تكون واحد الإضافة اللي كتغير الملامح ديال الصورة وكيسعب على الروبوت أنه يتعرف عليها فهناك أشخاص يعني يشتغلون بالبور بوينت لأنه صراحة احترافي خصوصا النسخ المتقدمة من هاد البرنامج فيمكن الاستغناء عن أي برنامج أخلوه اشتغال على هاد البرنامج فقط لكن من الأحسن معرفة كذلك البرامج الأخرى كالفوتوشوب، إلستراتور، كانفا فمعرفة الأشياء خير من جاليها خصوصا في هذا المجال الخاص بالديزاين لأنه كلما أضفت معلومة جديدة إلا وكنت أحسن في هذا المجال إذا هذه هي الصور التي قمنا بإنشائها والآن نعود إلى هذا الموقع بيكساباي كذلك ستجدونه في وصف هذا الفيديو أقوم بكتابة كادغ، يعني إطار ثم أقوم بالبحث وأختار هذا الإطار جانبا أقوم بتحميله من الأحسن أن تكون صغة متوسطة ثم بعدها أقوم بالذهاب إلى هذا الإطار وأقوم بتحميله ووضعه في الدزاين الخاص بكتابنا على بوربوينت وأقوم بإضافته إلى جميع الصور التي قمت بإنشائها فانظروا معي إخواني، فمعالم الصورة اختلفت وأصبحت تبدو خاصة بكتابنا يعني لا يمكن أن يتابعنا أي أحد على هذه الصور وكما تعلمون يجب عليكم دائما احترام هذه النقطة في الكتب الخاصة بالتلوين نقوم بوضع دائما صفحة فارغة وراء كل تصميم قمنا بإنشائه ودائما إخواني في الصفحة الأولى يجب علينا أن نقوم بوضع ورقة خاصة ليتمكن الطفل من كتابة الاسم الخاص به لأن هذا هو الذي يعطينا احترافية للكتب الخاص بنا والآن حتى لا أطيل سأقوم بالرجوع إلى إحدى الكتب التي قمت بتصميمها سابقا وسأقوم بأخذ هذه الصورة الأولى التي تحمل مكان وضع اسم الطفل ثم أعود إلى التصميم الخاص به وأقوم برفعها هنا وحتى لا أطيل سأقوم بتسريع الفيديو قليلا لأن هذا التصميم كان خاصا بكتاب قياس ستة تسعة ستة في تسعة إنش والكتاب الذي نقوم بإنشائه هو تمانية فصل خمسة في إحد عشر وبالتالي لن يتناسق معي سأقوم بضبط قياساته من جديد قمت بإنشائه بسرعة كبيرة حتى أريكم الفكرة العامة إذن إخواني قمت بتسريع هذه الخطوات في هذا الفيديو حتى لا يكون طويلا وممل لذلك أي تساؤل أو أي مشكلة واجهتموه أو خطوة لم تتمكن من فهمي كيف قمت بها يمكنكم وضعها لي في التعليق الخاصة بهذا الفيديو وسأقوم بتنزيل فيديو إن اقتضى الأمر ووضحه فيه كل خطوة على حدة فأنا لا أريد أن أطيل الفيديو كما قلت سابقا وإن أعجبكم إخواني هذا الفيديو قموا بالإعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بنفس المجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس يسألك جديدنا أول بأول